بسم الله الرحمن الرحيم الرلي بي 441 الرلي بي 441 مايكم رلي نختبره كدستانس نختبر زون تايم ريتش في الفيديو ده نختبر زون تايم ريتش عشان نطلع الجراف نرسمه على الجهاز نختبر الفريجة و الميكروم الفريجة و الميكروم يشتركوا في فايل واحد اللي هو الامتدات بتاعه يكون ريو فايل فعنا عايزين نعمل ريو فايل او اذا كنا نرسم على الفريجة انا طبعا عمل سيستم عديم شكرا ريو فايل كما كان مابي مابي لانا قناة يا ريو فايل مابي مابي نعم سيستم حالات بسيط 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 و اسمه الهرتز الهرتز مهم جدا يجب ان يضعه هنا 60 هرتز سيركت بلك الكنترول لديه عدد عدد وسيهول بسيط قد تعطي حاليا رفع اني اح cops الهرتز بسيط الهرتز 232 مية اثنين وثلاثين ساكندري مية وعشرة بعد كده المية وعشرة دول بتاع لو فيه سينكروشيك هاو مفيش سينكروشيك اللي بالنسبة للسيتي برايماري دونه مية على واحد مفيش على ماتشو على سيتي ولا اي حاجة بعد كده بولا اي حاجة معكم على ميجرد من البفاية بلوكال والرو موت البلو يعني عندي صوفت وير من ميجرد من ابنة او من الهة اللي يو مئات طيب بعد كده لو انت عايز الرليه الباينير ايموت يشتغل من شيء معين تحت تركب من هنا مية وعشرة مية حمسة وعشرين ميتين وعشرين ميتين وعشرين ميتين وخبسين حسب البولت اللي انت عايز تركبه او اللي انت عايز تستخدمه من هنا تلاحظ ان انت لو اخترت باينير ايموت بيشتغل من 24 إلى 27 وعملت عايز الرليه البولتج ده لازم تستخدم البولتج ده وستخدمت اكتر من كده ممكن يحصل دامج للباينير ايموت تتلف يعني لذا ايد RI عند ذا انت عايز الرليا الن פה نpatient وارية كيز والطايم كيه كيه كل الزون بعدين السكيم معناها أنني لا أستخدم السكيم هناك جزئية هناك جزئية الزون ستيت أصلي الزون ستيت أصلي الزون ستيت أصلي الزون ستيت أصلي لو عملت انتر هتلاقي إنه تظهر عندك الحاجات اللي أنت عايزها تشتغل في الديستنس الزون وان اكس اللي هي مع الكميليكيشن السكيم اللي هي البرميس في فور ريتش واندر ريتش والبلوكينج سكيم الزون اثنين لو عايزها زون بي انابل زون تلاتة زون اربعة زون واحد اكس قلنا ديت لو أحتاجنا أن نشغل السكيم بتاعنا هنشغل هاتزور بقي ديت wissen الاجلسавно لنعم شغل اولاك تختار ستختار ومن خلال ستستخدم الشيء اللي انت عايزه هنا الفلت عايزه face fault ولا ground fault guard time بتاع current reversal ده برضو الشيء هو البرميسك switch default mode ده بيقولك بيقولك انت عايز تشغل switch default مع اي وظيفة يعني هنا switch default all zone او leave detect او zone and enable عايز تشغلها مع اي شيء بالظبط ما نيجي نشتغل switch and default هنشوفها هنا switch and default delay بعد كده باورة swing ونختبرهم binary input label اللابل اللي بتكتبه هنا بيتحول في بيروح في ال PSL يعني بعد ما تبعت setting بالاسم ده عايز تسمي ال binary input ده اي شيء وبعد انت بعت setting يروح رايح البيئة وتيجا من الاكستراكت من الرلية يظهرك الاسم دوت ال PSL وكذلك الاوت دي الاوت بيتحول يعني انا اللي كتب الكلام ده كله او اقدر اكتبه ان ال binary output بيتحول ان ال binary output بيتحول هيشتغل z2 و z3 و z4 و triple انا اللي اقدر اشتبه الكلام ده بعدين يبعته للريلي بعد ما بعته عامل الاكستراكت لل PSL هتظهر الاسماء دي في PSL فلو فتحت كده ال PSL اللي عندي على اي بسيط جدا بسيط بالنسبة للريليز الثانية ال P545 2 او او 5 و ده ال اوت بيتحول ده الاوت بيتحول الناس استخدمه لما بحيث ويبعت على اي حاجة مثل هنا الاوت بيتحول بيتحول 0 الاوت بيتحول 0 فالريلي 1 هو الاوت بيتحول 0 فظهر اللي عندي أن انا متikle عليه اي تريب ما وصل عليه اي تريب اي تريب اي تريب تجيبها من هنا كده تختار اي تريك تدوس على حرف الا لغاية ما تيجي اي تريك ادرس تلت مية واحد وعشرين بعد كده عايز توصلها بتوصلها ممي اليد اندكيشن برضو بتوصلها بنص الطريقة اما انا مش هاب حاجة اليد اندكيشن هي دي الاحمر انا دا ديستانس تريب الفيزا بي الفيزا سي كل اللي الداتة عندي انا بقدر اوظفهم بنفس المظرية بانري امبوت هنا موجود عندي عايز اعرف الريلين في منو اتلوز عشان دي بانري امبوت الاسماء دي احنا اللي ضايفينها برا في الستنين زي ما قلنا هنا دي بقدر اجيبها من هنا انا عايز اقول له ان عايز اقول له ان عايز اقول له ان الريكر لسه بتوصل دلوقتي حالا عشان اني اقدر اعمل حسابه ويعد الطايم بتاع الوش انتو بعد كده بسايف وبعد كده ببعد للريلي البي اس ال والستنينج اللي انا غيرته طيب اعايز ارسم الجرافة في عندي بالنسبة للبيضة ليش هرسمه لان في البرنامج اللي هو رسم اسمه وزيد جرافة تسطبه بعد ما تسطب ببرنامج الفايل تفتح الستنج انا لو انت الستنج دائما انا 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 موسيقى الضغط مش فاكر مكانه فانقدر ناخده من هنا كده موسيقى وبعدين مقطة لسطح المكتب و بعدين بتقدر تلاقي من سطح المكتب هون هذا و بعدين وفضل مكتب ثم تستطيع عمله و تستطيع عمله و تستطيع عمله و تستطيع عمله و في مكتب و سأعمله على سطح المكتب و سأسميه default setting و سأسميه و فقط فقد نقوم بـ هو هنا يقدر يغير في البرنامج أو يقدر يسحب الفايل ضيرك من هنا يعني من خلال الرليمش مش لازم من خلال فايل أخذه من البرنامج دو من الميكوم ستوديو ممكن نسحوه من الرليمش طول عن طريق زلد كريب ده بعد كده أفتح الفريجة أكتب هنا الديتيلز بتاع المكان اللي هنا فيه نوعية الرعي ونقول الاختبار اسم الاختبار اسم الشركة بعدين بعمل نيو عشان دي هيدن كده اللي هي الجزئية اللي هنا دي الجزئية دي لما أعمل نيو تبقى عمدي اكتف هي دي قدر أعمل براس عليها وافتح على فايل اللي أنا مخزينه على سطح المكتب الري فايل اللي أنا مخزينه على سطح المكتب اللي هو ده امتداده ر اي او ده اوبن اس هاي مش مشكلة دي هيجاب لملف على طول جاب الملف زاميه قدامنا كده تبتدي هنا انت طبعا ده اجابه لك في الري و الري في كل الاماكن هنا تقدر تكبر المسكيل وصوائره من هنا عليكم السلام ورد الله وبركاته ايضا بعدين هنا تقدر تحط الرمبتي كده من هنا هنا بقدر ادلتها لو انا الرمبات مش مصبوطة عندي بقدر احطها من هنا على مدين لو الرمبات مش عجباني بعمل برس هنا يبقى هيا كده في ايدي اقدر اصحبها بالطبع حتة تانية او اضغط على الزاوية اللي انا اعيزها بزاوية 45 او اعيزها بزاوية 60 وهكذا وبعدين هنا بقى الحتة الهرتز لازم احطه هنا على الستين هرتز خش الهرتز هو هنا بيسحب كل الهرتز اللي عنده هنا شايف ان انتهاته اربعة زمنهم واحد لازم اخله قاعدة فيه مختلف عن التانية وبقدر اضغط واحد ميلي ساكند وخلاص على كده عشان الفريجة يقدر يشغل هنا هنا خلاص ان اقدر اعلم واختار اللزون اللي عايزه يشتغل فيها مثلا انا اعرف ان هتزال فيها اربعة خلاص مش الى اربعة من هنا وهكذا تشغل هني اتجاع شوية بوش الى وش الى المهم أن أقوم بعمل الرمب اللي أنا أريد أن أخطرها وبعد ما أخترها بعمل هنا الريزوليوشن ديت بكمية أو لإيلا عشان يختبر ببطل شوية عشان يطلع نتيجة مصبوطة وصلية وبعدين تتعلم على كل الفزات اللي أنا أريد أن أختبرها فيس فولت إلى الفيستو جراون هنا فيس توفيز وهنا سريلس وبعد كده دعم نسترط بيختبر عندك بشكل اللي هو ظهر ده ده الري بي وبعدين ده من الري بي وبعدين الري بي بعدين الري بي تقدر تحط نقط في أي حتة زي ما أنت تشاهد هنا وتعلم عليهم تحط نقط الري بي تحطها وتتظهر مع الري بي إنه يجب نظر العمل بس لديها طريقة الخبز تقفل من هنا الأول بتاعمل رائحة من هنا كده ونظر ونظر فيه بدي ف ملبرتر يعني إذا النظر ونحن نظر لذلك ونظر ونظر هذا 3 وهو 3 ونظر كده هيطبع الريزلت على ملف pdf اقدر اطبعه على طباقة وابعته ايميل لأيها save pdf بكتب الفايل هنا اي حاجة تمام save افترض اننا سيفته خلاص وكده يبقى خلصنا البيضاء اشتركوا في القناة